السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الأربعاء عشر تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج العذراء استقر تماما ورحض الموجود في برج العذراء لغاية الساعة ثنتين وست دقائق من صباح يوم الجمعة بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اتناش ودقيقتين من مساء أو من بعد منتصف ليل الأربعاء لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ومنذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا والناس في هاي الفترة نادرا أنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هذا الوقت هو أفضل وقت للتخلص من عدد سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية والأخيرة هي زاوية وحيدة اليوم هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها رح تكون طيلة اليوم يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا لأنها بتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها عنا الأمعاء الدقيقة والأعور والقولون والجهاز الهضمي والإثنى عشر والمستقيم وأجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا باقي أعضاء الجسم ما مننصح بإجراء العمليات الجراحية لإلها ولكن هاي الأعضاء طبعا اللي ذكرناها إذا كانت إضطرارية فما في أي مشكلة مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكن هو أيضا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج العذرة قلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش وبيستمر لغاية الساعة ثنتين وصد دقائق فجرا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم السادس نسبة الإضاءة نهاية اليوم بتكون ثلاثة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في العذرة حتى يوم اثناش سبعة منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعة الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية أما في ساعة المساء منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في السرطان حتى يوم خمس وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم الغد أحد عشر سبعة سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ساعات المساء سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنص في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم وأيضا بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا أنك تجدوا الحلول وتعالجوا المسائل الطارئة للتوصل لاتفاق وابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وحاذروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا بتظل الرغبة قوية اليوم عندكم في التقرب من أحباكم وعيجات قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبحيطك الفلك بالحيوية والحماس لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وأيضا هاي فترة أفضل وأوفر حظا تشعر بالطمأنينة والراحة برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء اليوم بتنشغلوا بتنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا شوي ببعض الحزن والتعب وممكن تبحثوا عن ملاذ آمن أهم مش إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا أول تحذير بتكون أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن الأجواء جيدة اليوم على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن يكون في نوع من أنواع النقاش يكون حاد شوي مع أخ أو جار بدك تكون أكثر انضباطا بسجلك اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد أو ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري يعني فترة إيجابية برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة وإحذروا من النصابين والمحتالين ممكن تناقش اليوم موضوع مالي أهم مش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقد قبل التوقيح على العقود وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعا اليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكون مميز بأداءك وتعتبر هاي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن اليوم تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد اليوم أنت عندك طاقة عالية وحماسة ووضوح أيضا في الأفكار برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لا يوم الجمعة زي ما حكينا لفجر يوم الجمعة فإذا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبسيطر التعب الشديد على البعض منكم ممكن نتفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين تهدأ الوتيرة وتتراجع الأرباح والحيوية وهاي تعتبر فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال حاول أنك تشتغل بشكل روتيني وأيضا حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة وإلعبوا دور بنا في محيطكم ومجتمعكم وبتتمتعوا اليوم بحضور لافت وشعبي واسعة الرؤية واضحة وما بجوز يعني تجنب اتخاذ القرارات إذا دارسينها بشكل جيد برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا اليوم بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنه ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك واتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم عندك اندفاع وعندك حماسة ورح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمع خواطرك وبتختفي هواجسك وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو اتفحصوا حساباتكم المالية المشتركة بشكل دقيق اليوم وخففوا من النفقات قدر المستطاع اليوم بيركز على الأموال المشتركة وأيضا صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كن مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط به وابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية وانتبه من النصابين والمحتالين وأيضا اليوم لا تداين حد ولا تضمن حد برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتتركز جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي فترة فيها بعض الضغط فحاول قدر الإمكان إنه ما تصعب الأمور عليك وما تعصب لأنه القمر بما إنه موجود مقابلك فهذا الشيء بأثر بشكل سلبي على معنوياتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر